الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف إنها الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية في الصفحة الثالثة بعد العاشرة بعد المئة صفحة مية و ثلاثة عشر هناك باب عنوانه باب النسبة والمراد من النسبة بتعابيرنا في يومنا هذا إنها بطاقة الهوية إنها البطاقة المدنية إنها هوية التعريف بالشخصية هي البطاقة التي يعملها الإنسان معه للتعريف بشخصيته قد تكون على مستوى المواطنة في البلد و قد تكون على مستوى العمل في مؤسسة من المؤسسات بطاقة التعريف فالمراد من النسبة هنا في كتاب التوحيد في الكاف الشريف إنها بطاقة تعريف بالله سبحانه وتعالى هذا هو المراد فعينما تقرؤون باب النسبة المراد من النسبة هنا بطاقة تعريف بالله سبحانه وتعالى قطعا بحسب ما جاء عنه في قرآنه و بحسب ما جاء عنهم في تأويل قرآنه و فيما وصفوه صلوات الله عليهم في الوصف الذي وردنا عنهم لله سبحانه وتعالى مر الحديث في هذه الجهات الحديث الثاني عن حماد ابن عمر النصيبي قطعا الرواية بسند الكليني عن فلان عن فلان عن حماد ابن عمر النصيبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حماد سألت أبا عبد الله عن قل هو الله أحد فقال إمامنا الصادق نسبة الله إلى خلقه إلى آخر الرواية الرواية طويلة وأنا لا أريد أن أقرأها بتمامها و إنما ذهبت إلى موطن الحاجة منها فحماد يسأل الإمام الصادق عن قل هو الله أحد عن سورة الإخلاص كما تسمى عن سورة التوحيد عن سورة قل هو الله أحد فماذا قال إمامنا الصادق قال صلوات الله عليه هي نسبة الله إلى خلقه فهذه بطاقة تعريف هذه هوية تعريف وردت في الكتاب الكريم وقد ورد في أحاديثهم من أنها أنزلت إلى المتعمقين في آخر الزمان ورواية أيضا في الكاف الشريف من أن سورة التوحيد أنزلت إلى المتعمقين في آخر الزمان لا أريد أن أقف عند هذه الجهة وإنما الكلام له تداعيات فالحديث جر الحديث فسورة التوحيد هي بطاقة التعريف بالله سبحانه وتعالى من هنا الصادق يقول حين سأله حماد عنها قال نسبة الله إلى خلقه بطاقة تعريف من الله بالله إلى خلقه هذا المضمون نجده واضحا في الحديث أيضا عن إمامنا الصادق وهو حديث مطول مفصل حديث الصلاة المعراجية المحمدية حينما صلى محمد المصطفى في معراجه بين يدي الله سبحانه وتعالى صلاته المعراجية في عوالم النور بين يدي الله سبحانه وتعالى حديث طويل أول حديث في الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه أول رواية في الجزء الثاني حديث طويل مفصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 247 أنا أقرأ من المجلد الذي يشتمل على الجزعين معه من كتاب علل الشرائع فقال له قرأ من الذي قال الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وآله فقال له قرأ قل هو الله أحد في تفاصيل الصلاة فقال له قرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها الله يقول فإنها نسبتي ونعتي فسبحانه وتعالى هو الذي يقول هذه بطاقة تعريف بي فإنها نسبتي ونعتي كما قلت لكم هذا حديث طويل في الصلاة المعراجية المحمدية فقال له الله قال لمحمد صلى الله عليه وآله فقال له قرأ قل هو الله أحد كما أنزلت ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى فإنها نسبتي ونعتي حديثهم واحد كلامهم واحد سورة التوحيد بحسب ما قال الله سبحانه وتعالى من أنها نسبته وكما بيّن لنا إمامنا الصادق من أنها نسبة الله هذه البطاقة الربانية التي أنزلت للمتعمقين في أخر الزمان وردت بخصوصها روايات وروايات وروايات وأحاديث 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 أقرأ عليكم رواية مما روي عن رسول الله هذه الرواية حدثنا بها عبد الله ابن عباس عن رسول الله أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة صفحة ثمانمية وستين الحديث الأول فيما يرتبط بسورة الإخلاص مجموعة من الأحاديث لا أجد وقتا لقراءتها وكل حديث يشير إلى جهة من الجهات أخذت هذا الحديث أنموذجا عبد الله ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل قل هو الله أحد في القرآن نحن في عصر التنزيل هناك ارتباط واضح بين علي وسورة التوحيد وهناك إشارات كثيرة في رواياتنا في أحاديثنا فعلي كان يصلي بها دائما وهناك من الأحاديث ما يشير إلى هذا المضمون في زمان رسول الله وحتى بعد زمان رسول الله يعني في عصر التنزيل وفي عصر التأويل وإذا وجهتم أنظاركم إلى كتب الأدعية وصلوات المندوبة والنوافل فإن الصلاة الخاصة بعلي السورة التي تقرأ فيها سورة التوحيد بينما الصلاة الخاصة برسول الله فإن سورة التي تقرأ فيها سورة القدر وصلاة الخاصة بفاطمة فهي الجامعة بين الحقيقتين تقرأ فيها سورة القدر وسورة التوحيد هي القيمة صلاتها فيها رمزية إلى قيممتها فهي فهي أم أبيها وهي القيمة زمان علي وزمان محمد وزمان الحجة بن الحسن وذلك دين القيمة لا أريد أن أعود إلى هذا المطلب تقدم الحديث فيه لكن الكلام هو الذي قادني إلى هذه النقطة عودوا إلى كتب الأدعية في المفاتيح أقرأ تفاصيل صلاة رسول الله وصلاة الأمير وصلاة فاطمة صلاة الأمير التي تعرف بصلاة علي السورة التي تقرأ فيها التوحيد وشهر رجب الذي هو شهر علي شهر رجب شهر علي صلوات الله علي شهر رجب لا أتحدث عن ولادته هو مولود في شهر رجب كما نعرف ذلك لا أتحدث عن ولادته شهر رجب هو شهر خاص بعلي مثلما شعبان شهر خاص برسول الله فالشهر الخاص بعلي هو شهر رجب إنه شهر التوحيد اقرأوا أدعية شهر رجب إنها أدعية التوحيد أعمق معاني التوحيد جاءت في أدعية شهر رجب ومر علينا الدعاء الذي قرأته عليكم المروي عن إمام زماننا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك المأمونون على سرك هذا الدعاء الذي جاء فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا الدعاء مر علينا في الحلقات المتقدمة كيف أن الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد تظهر واضحة جلية فيه هذا مثال من أدعية شهر رجب ولكن عودوا إلى أذكاره وأوراده أهم ذكر من أذكار شهر رجب سورة التوحيد يستحب أن تقرأ وبعدد يصل إلى المئة في اليوم أو إلى الألف إذا كان الإنسان قادرا على ذلك يستحب الإكثار من قراءة سورة التوحيد في شهر رجب هناك علاقة بين علي وبين التوحيد وهناك علاقة بين علي وبين سورة التوحيد ولا إله إلا الله حصني وولاية علي بن أبي طالب حصني فهذه الرواية تمثل جانبا أنا لا أستطيع أن أغطي لكم كل المعاني قلت لكم فيما تقدم من كلام من أنني ما جئتكم إلا بجزء يسير بنسبة واحد بالمئة جزء يسير من واحد بالمئة مما جاء مذكورا في كتابهم المفسري بتفسيرهم وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم فيما يرتبط بموضوع التوحيد أعود إلى الرواية رسول الله يقول للأمير يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثلي قل هو الله أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله إنه انعكاس لمضمون الفطرة في تكويننا لا إله إلا الله أولا محمد رسول الله ثانيا علي ولي الله ثالثا يا علي يا علي ما أحلى هذا الاسم يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل قل هو الله أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله وكذلك أنت يا علي من أحبك بقلبه فقد أحب ثلث الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أحب ثلث الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد أحب الإيمان كله تتذكرون كلمة رسول الله في يوم الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله وذلك كان في عصر التنزيل وحتى هذا الحديث من أحاديث عصر التنزيل التي تقارب مضامين عصر التأويل التوحيد كله علي الإيمان كله علي الدين كله علي الحقيقة كلها علي بل إن الحقيقة تدور حول علي فالحق يدور معه حيث ما دار هذا هو علي الذي يفتي مراجعكم من أن ذكره في التشهد الوسطي هو الأخير يبطل الصلاة ألا تف على هذه الفتاوى ألا تف على هذا الفقه ألا تف على هذه المرجعيات علي هذا ذكره يبطل الصلاة وكل هذه الأحاديث هي في مستوى مرحلة التنزيل التي نسخت علي في مرحلة التأويل علي آخر علي آخر نذهب إلى فاصل يا حي قبل كل حان يا حي بعد كل حان يا حي الذي ليس كمث له حان يا حي الذي لا يشار كه حان يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي يا حي يرز الحياة من حي يا حي الذي يحي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخده سنت ولا نمس بانك يا يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعاد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصان يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا الله ألغى هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة 614 إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب فضل القرآن الحديث العاشر بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق انتبهوا إلى هذه الرواية المهمة من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات إنها الصلوات المفروضة التي تعرفونها من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقول هو الله أحد قيل له من الذي قال له إنها الجهات المسؤولة الجهات المسؤولة سيدها الحجة بن الحسن والذين يتابعون ما يجري الملائكة الذين هم جند عند الحجة بن الحسن قيل له يا عبد الله لست من المصلين أنت تتوقع أنك من المصلين لماذا لأنك يا أيها المصلي ما جئت ببطاقة التعريف الإلهية والتي تشير إلى علي في كل اتجاهاتها وبعد ذلك يقولون لكم إن ذكر علي يبطل الصلاة وحينما أقول ذول عقولهم مو عقول قندر عتيقة تعترضون علي ما هذا هو حديثهم وهذه كلماتهم الواضحة اجمعوا اجمعوا بين هذه المعطيات مع أنني ما جئتكم إلا بنزر قليل بنزر قليل من المعطيات الوقت لا يكفي ماذا أصنع لهذا الوقت جئتكم بنزر قليل من المعطيات صدقوني كل الأحاديث التي في هذه الكتب وكل القرآن إذا أردت أن أعود إلى تفسيرهم كل هذه المعطيات تصب في نفس هذه الجهة فماذا أفعل لعلي علي هو ماذا سأصنع له عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقول هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين أروح شوف لك شغلة ثانية يا عبد الله لست من المصلين أما هذا الذي يعتقد أن ذكر علي يبطل صلاته صلاته ولا يذكر علي بعنوان الذكر الواجب القطعي بل هو الأوجب بل هو طهارة الصلاة طهارة الصلاة ليست بالوضوء وهذا الكلام ليس كلاما مجازيا ولا كلاما من عندي هذا الحديث موجود في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن طهور الصلاة الأعظم ولاية عليا هذا ما هو حديث الطهور الأعظم ولاية عليا وطهور الأعظم على مستوى الألفاظ ذكر عليا صلوات الله وسلامه عليه فهذا الذي لا يقرأ سورة التوحيد في صلواته اليومية في مجموع صلواته اليومية يقال له يا عبد الله لست من المصلين أما هذا الذي يبني صلاته على هذه النية استنادا إلى فتاوى هؤلاء الذين عقولهم قنادر عتيقة في النجف فيصلي بهذه النية من أنه لا يذكر علي لا يتأدب مع علي ويذكره مع ذكره لله ولمحمد صلى الله عليه وآله يبتر ذكر علي بهذه النية من أنه لو ذكره ستكون صلاته باطلة هذه صلاته غائطه الذي يتغوطه في المراعط أطهر منها عليه أن يطهر صلاته بغائطه فغائطه أطهر من صلاته هذه أية صلاة هذه سر الطهارة لصلاتنا ذكر علي ذكر علي هذه الفتاوى لا تلقوا بها في المراحيط لأنها ستنجس المراحيط فتاوى مراجعكم ذول اللي عقولهم قنادر عتيقة أني أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط إنني قاصد وهادف ولست منفعلا أبدا ولذا ستبقى هذه الكلمات موجودة في برامجي على شاشة التلفزيون وعلى شبكة العنكبوتية أقول هذا الكلام ليس على أساس ردة فعله هذا واجب شرعي علي يجب أن أؤدي كي أضع النقاط على الحروف كي تعرف حقيقة ما يجري حولكم وكي أعلن براءة الفكرية بشكل واضح بين يدي إمام زماني وعلى رؤوس الأشهاد على رؤوس الأشهاد فعينما أأتي يوم القيامة أقول إنني تحدثت في البث المباشري عبر الأقمار الصناعية وعلى رؤوس الأشهاد بهذه الحقيقة فلا تحشروني معهم آل محمد لست من هؤلاء لا شأن لي بهم أكانوا من أهل الجنان أم كانوا من أهل النيران وكنت أنا أم كنت من أهل الجنان أم كنت من أهل النيران لا أريد أن أجاوره لا في الجنان ولا في النيران هذه هي حقيقة ما أقول من الآخر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا سريخ من استصرخم يا معين من استعانه يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث معاني الأخبار لشيخنا الصدوق الكتاب الذي بين يدي والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة الثالثة والتسعين والباب عنوانه معنى الإسم الحديث الثاني بسنده عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال سألته محمد بن سنان يقول سألته سألت الرضا سألته هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق انتبهوا للسؤال محمد بن سنان يسأل الإمام الرضا صلوات الله عليه هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال الإمام نعم كان عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال نعم قلت يراها ويسمعها يرى نفسه ويسمع نفسه هذا السائل هو نفسه محمد بن سنان قلت يراها ويسمعها قال إمامنا الرضا ما كان محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه ونفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف فأول مختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه الله واسمه العلي العظيم وهو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء هذا هو الذي وقع فيه السبائية والخطابية ألا لعنة الله على الأنجاس منهم الأحياء الذين يعاصروننا هنا وقعت السبائية والخطابية والمغيرية والبيانية والشعيرية والنصيرية وقعوا هنا النصيرية ماذا يقولون يقولون من أن محمدا هو الإسم ومن أن عليا هو المعنى هو المسمى هذه عقيدة النصيرية وهي عقيدة جهل وضلال نصب لهم أئمة جهالا لا يفقهون معارف محمد وآل محمد وبعد ذلك زادوا في أكاذيبهم وضلالهم والأكاذيب تجر الأكاذيب حتى صنعوا لهم تلالا وجبالا من الأكاذيب هنا وقع الغلات يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات الغلو والغلات في برنامج الكتاب الناطق وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على حقائق الغلو والغلات في شرح وتوضيح لا أعتقد أن أحدا على طول عصر الغيبة قد تناوله بهذا الوضوح وبتلك الحقائق والوثائق والدقائق يمكنكم أن تعودوا كي تعرفوا ما المراد من الغلو وما المراد من الغلات فالنصيريون ومن على شاكلتهم هكذا قالوا قالوا من أن محمدا هو الاسم ومن أن عليا هو المسمى هو المعنى ووصلوا إلى هنا ووقفوا وهذا هو الغباء وهذا هو الجهل مشكلتنا هي في عدم الوضوح مشكلتنا هي في الجهل مشكلتنا في عدم العلم وهي هي مشكلة مراجع النجف فإنهم يتحدثون عن دين محمد وآل محمد وهم يجهلونه بالمطلق ما عندهم من معلومات إنها ترتبط بدين النواصب بثقافة النواصب ودلسوها وخلطوا معها ما خلطوا فمشكلة مراجع النجف جهلهم بدين محمد وآل محمد أنني أتحدث عن المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط إلى أسفل واحد فيهم وأتحدث عن الأموات منهم وعن الأحياء وعن القادمين الواقفين في الصف بانتظار موت السستاني أتحدث عن الجميع إنهم جهال بتمام معنى حقيقة هذه الكلمة بدين محمد وآل محمد عندهم معلومات في أشياء أخرى لا صلة لها بدين محمد وآل محمد والأمر هو في النصيرية المعاصرة وحتى في النصيرية القديمة وفي الفرق القديمة السابقة وفي البقايا التي تتواجد منهم في أيامنا هذه المشكلة مشكلة الجهل يقال لهم علماء وهم جهال يقال لهم أئمة وهم جهال لا علم لهم بدين محمد وآل محمد قد يمتلكون معلومات كثيرة ولكن في اتجاهات أخرى نحن لا نتحدث هنا عن الاتجاهات الأخرى نحن نتحدث هنا عن دين محمد وآل محمد هذه الرواية و أمثالها تتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية فإن الحقيقة المحمدية تجلى منها للخلق الأسماء الثلاثة الظاهرة أولها وسيدها الله أول اسم تجلى من هذا الاسم العلي العظيم نحن الآن إذا رجعنا إلى الكاف الشريف إلى الجزء الأول وإلى باب حدوث الأسماء إلى الحديث الذي مر علينا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق قسما بالحروف غير متصوت إلى أن قال فجعله كلمة تامة وبعد ذلك تقول الرواية الشريفة فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وتستمر الرواية يمكنكم أن تعود إليها فالإسم الأول الذي ظهر من الحقيقة المحمدية لفاقة الخلق ولحاجتهم هو الله وتجلت الأسماء من من جملة الأسماء الأصول التي ذكرت في قائمة الأسماء العلي العظيم و أنا قلت لكم هذا الحديث حدث فيه خلل في نقله ومر الكلام بقصوصه لكن إذا جمعنا بينه وبين الأحاديث الأخرى فإن الإسم الأول الذي تجلى من الله الذي هو أحد الأسماء الظاهرة من الحقيقة المحمدية تجلى العلي العظيم فالعلي العظيم هو الإسم والمعنى هو الله وهو الإسم الأول والأصل الذي تجلى وظهر من الحقيقة المحمدية وهو الحقيقة العلوية هذا هو التلازم بين سورة التوحيد وبين علي هذا هو التلازم بين لا إله إلا الله وولاية علي هذا هو الذي كان يرجوه محمد صلى الله عليه وآله في حب علي للأمة كما يرجو في قول لا إله إلا الله هذا هو التلازم بين علي وشهر رجب وسورة التوحيد هذا هو التلازم بين علي وصلاته الخاصة به وبين سورة التوحيد هذا هو التلازم في كل المظاهر والشؤونات العلوية فيما بينها وبين سورة التوحيد فالله الذي تجلى من الحقيقة المحمدية هي الحقيقة العلوية لأن الحقيقة العلوية هي الباب الذي صدرت منه الموجودات وكل الأسماء صدرت وتفرعت من الحقيقة العلوية فهذا الحديث في مرحلة التنزيل على سبيل المثال أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها الباب هو علي من هنا يصدر الفيط من هنا يأتي الفيط ففيض الحقيقة المحمدية صدر عبر الاسم الله وهو عنوان للحقيقة العلوية الروايات تحدثنا من أن علي سماه الله علي اشتق اسمه من اسمه العلي العظيم ما هكذا تخبرنا الروايات حين ولد أمير المؤمنين سمته أمه حيدرة إشارة إلى اسم أبيها فاطمة بنت أسد فسمته حيدرة فحيدرة هو الاسم الذي سمي به أمير المؤمنين من جهة أمه صلوات الله عليها أما أبو طالب فسماه زيدا فزيد هو اسم أمير المؤمنين من جهة أبي طالب إمامنا السجاد حين سمى ولده زيدا فإنه قد سماه باسم أمير المؤمنين فزيد هو اسم الأمير من جهة أبي طالب وأما علي فإن الله اشتق اسمه من اسمه أي اسم العلي العظيم من هنا اشتق اسم عليا نحن نتحدث عن أحاديث في مرحلة التنزيل نتحدث عن أحاديث وفقا لقواعد المدارات نتحدث عن أحاديث في شؤون دنيوية من شؤون محمد وآل محمد لكنها انعكاس لكنها إشارة تشير إلى الحقائق العظيمة الأولى نذهب إلى فاصل وبعد ذلك أعود إليكم إنما أذهب إلى فاصل كي أعطيكم فترة لاستراحة عقولكم كي نعود مرة أخرى ونتدبر في هذه الرواية المهمة جدا يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من العظمة ملك الكبر يا الرداء يا من لا ترد العباد قضاء يا من لا ترد يا من إلا ملك يا من لا عطاء إلا عطاء سبحانك يا من الغرف يا من لا ترد يا من المثل الأعلى يا من لحق الصفات العليا يا من لحق آخرت والأولا يا من لحق الجنة المقام يا من لحق آيات الكبرى يا من له الأسما والحسنا يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والسراء يا من له السماوات العلا سبحانك يا من الله يا الله 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 أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم وألفت أنظاركم إلى أن الرواية تتحدث عن الركن الأول والركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية الإمام تحدث عن هذين الركنين لأن الأسئلة ترتبط بهذين الركنين فالإمام لم يتحدث عن العقيدة التوحيدية في كل اتجاهاتها مثل ما مر علينا في آيات أو روايات وأدعية عرضتها بين أيديكم تتناول الحديث عن الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية فهذا الكلام جاء جوابا على أسئلة أقرأ الرواية عليكم محمد بن سنان يسأل إمامنا الرضا صلوات الله عليه هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال نعم قلت يراها ويسمعها قال ما كان محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه ونفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه الله واسمه العلي العظيم وهو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء هو أول الأسماء التي تجلت من الحقيقة المحمدية الذي نقصده بشكل خاص من الرواية ونحتاجه هنا فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم ما تقدم من كلام واضح فيه نحو مدارات في الحديث عن الركن الأول والثاني للسائل الذي سأل لكن جوهرة الحديث هنا فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه الله واسمه العلي العظيم وهو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء تحديدا هذه العبارة فمعناه الله واسمه العلي العظيم هذا المضمون إذا أخذناه وذهبنا إلى الحديث الذي مر شرحه وقرأت عليكم بعضا منه في الكاف الشريف عن ذلك الاسم الذي جعله كلمة تامة وأشرقت منه الأسماء الثلاثة الظاهرة وأولها وسيدها وجامعها الله ومنه أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة أول اسم أشرق منه العلي العظيم فالعلي العظيم هو الاسم ومر علينا مر علينا في الزيارات وفي الروايات وفي القرآن مر علينا في سورة الزخرف في الآية الرابعة بعد البسملة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم علي عظيم علي حكيم علي علي المضامين هي هي كلها تلتقي في نقطة واحدة تعود إلى أصلها إلى الحقيقة المحمدية فمعناه الله واسمه العلي العظيم معناه الله الحديث عن الحقيقة العلوية نحن نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية في الأسماء التي أشرقت لحاجة الخلق إليها من الحقيقة المحمدية هنا يكون المعنى عليا هذا هو الذي أخذه النصيريون والخطابيون لعنة الله عليهم أخذوه وقالوا ما قالوا ونسجوا ما نسجوا من عقائدهم الضالة وهذا اللعن ليس مني الأئمة لعنوهم وتبرأوا منهم والأئمة أمرونا أن نلعنهم وأن نتبرأ منهم فهؤلاء والنواصب عند محمد وآل محمد على حد سواء إن لم يكونوا عمليا في بعض الأحيان أخطر من النواصب فهم يضللون الشيعة وقد ضلل كثير من الشيعة بسبب ما ينقلونه من كلام يجده الشيعة جميلا لكنهم لا يعرفون الخفايا ولا يعرفون ما وراء ذلك من عقائدهم الضالة الباطلة ينقلون ينقلون شيئا جميلا من الكلام في محمد وآل محمد وشباب الشيعة بسبب جهلهم يتوقعون أن الصواب وأن الهدى في هذا الضلال الذي يقرؤونه وينقل إليهم من كتب هؤلاء الغلات الذين لعنهم الأئمة وتبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وبنجاستهم وهذه القضايا واضحة صريحة في سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمعناه الله واسمه العلي العظيم الحديث عن الحقيقة العلوية التي هي من مجال من تجليات الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية لفاقة الخلق تجلت بالحقيقة العلوية المضمون الذي أشار إليه أبو طالب صلوات الله عليه حين أقسم على الله بالمحمدية المحمودة وبعدها وبالعلوية العالية وبعدها وبالفاطمية البيضاء فالعلوية العالية من مجال الحقيقة المحمدية فكيف تكون الحقيقة العلوية هي المعنى وتكون الحقيقة المحمدية هي الاسم هذا هو الضلال الذي ذهب فيه الغلات من هنا لن يكون الشيعي موحدا ما لم يكن معتقدا بالأركان الأربعة لعقيدة التوحيد والتفاصيل تترى كي تكتمل الخارطة العقائدية السليمة وقت الحلقة صار طويلا نذهب إلى تذكرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيك إن كنت راغبا في إمامك إذا كنتم راغبين في إمامكم للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة